موسيقى مشاهدين الأعزاء أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم اسأل المدير في الحلقة السابقة قمنا بتقديم مدير عمليات الأونروا الجديد في غزة السيد بوشك والذي تحدث عن انتباعاته عن عمل الأونروا في غزة وكذلك عن غزة نفسها أيضا قمنا بإعطاء تحديث عن عملية الإعمار في غزة وكذلك تحدثنا عن موضوع التشكيلة الصفية في مدارس الأونروا كذلك تحدثنا عن مشروع الإسكان في رفح جميع المقابلات لإسأل المدير موجودة على قناة اليوتيوب الخاصة بتلفزيون الأونروا دعوني الآن أرحب بالسيد بوشك مدير عمليات الأونروا أهلا وسهلا سيد بوشك شكرا جزيلا سعيد بعودتي سيد بوشك مؤخرا قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون بزيارة المنطقة في محاولة منه لتخفيف حدة التصعيد والعنف كذلك أصدرت الأونروا بعض البيانات في هذا الخصوص فكيف تقيم الوضع الحالي؟ شكرا جزيلا بالإضافة إلى ما قام به الأمين العام من إرسال رسالة قوية وما قام به أيضا المفوض العام للأونروا والذي أعرب عن خالص تعازيه إلى عائلات الضحايا في كل الجانبين حول ما جرى خلال الأسابيع الماضية وقد شاهدت المشاهد في إسرائيل وفي غزة حيث تحدثت إلى العديد من العائلات فإن ذلك يبعث برسالة قوية من الخوف ورسالة قوية من اليأس ورسالة قوية عن حالة الإحباط من خسارة المستقبل أمام الأجيال الشابة وماذا يعني ذلك بالنسبة للمجموعات الأكثر ضعفا وهشاشة؟ حسنا إن ذلك يعني أنه في سياق الحصار ومحدودية الأمل بالمستقبل لهذا الجيل الموجود في المدارس هذه الأيام ومن الواضح أن القيود الناتجة عن محدودية الإمكانيات تؤثر على الجميع وفي هذا السياق فإن ذلك طبعا يؤثر على تلك المجموعات الضعيفة مثل النساء المسؤولات عن إعالة عائلاتهم وكذلك الظروف والشروط المزدحمة التي تتواجد على طول الحدود وما هي القضايا الأساسية التي ترى أنها تساهم في تصعيد حالة العنف؟ حسنا إن حقيقة عدم وجود تقدم ملموس وحقيقي وكذلك غياب الشعور بوجود وميض أمل نحو إيجاد حل يمنح فرصا جديدة للأجيال القادمة فإن ذلك بشكل مؤكد هو عامل مسبب لما يجري هذه الأيام أتذكر أنه في الحلقة السابقة ناقشنا موضوع الإصلاحات وإعادة الإعمار ولكن هل اقتراب فصل الشتاء سيحدث أي تغييرات لأولويات الأونروا؟ بالتأكيد فإن الشتاء بطريقة محزنة سيظهر أنه ما زال هناك آلاف العائلات لديهم منازل مدمرة كليا والتي تنتظر إعادة الإعمار فبينما تم إعادة إعمار بيت واحد بدعم من الأونروا فإن ذلك لا يخفي حقيقة أنه يوجد عدة آلاف من المنازل التي تحتاج إلى إعادة الإعمار حتى هذه اللحظة فإن الأونروا لديها الدعم لتغطية إعادة بناء ألفي مسكن والتي نأمل الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة وفي الوقت نفسه فإن 170 ألف مسكن من المفترض أن تستلم قريبا الدعم من أجل أعمال البناء إضافة إلى ذلك فإنه يجري العمل للحصول على دعم من مانحين آخرين وهذا ليس ما نكرره نحن كأونروا فقط ولكن من خلال وكالات للأمم المتحدة إضافة إلى جهود ثنائية أخرى مهمة في هذا الموضوع لذا نعم إننا قلقون من أوضاع العائلات النازحة ولاحظنا التقدم في دعم عدد محدود من المساكن ونريد أن نرى الآن تقدما كبيرا في جانب البيوت المدمرة كليا هل سيدفعنا ذلك بطريقة أو بأخرى إلى التسريع في تقديم الدفعة الثانية من المساعدات النقدية بدل الإيجار والإصلاحات أيضا؟ نود بالفعل أن نرى ذلك يتم بشكل سريع فهناك عملية وإجراءات يتوجب متابعتها بعض تلك الإجراءات قد تكون معقدة مثل تأهيل الأرض وتحضير الأوراق والوثائق التي تظهر نوع البناء الذي سيتم ومجددا وضعنا في هذا السياق بالتعاون مع وكالة أخرى آلية لدعم العائلات الضعيفة ولكن في الحقيقة أننا ما زلنا في مأزق حيث يضاف إلى ذلك القيود الناجمة عن الحصار وهنا نجحنا على الأقل في إيجاد آلية إعمار غزة والتي جعلتنا نعمل بطريقة أكثر سهولة ومرونة عما كنا عليه قبل عدة أشهر وما هو الوضع العام فيما يخص الاستجابة الطارئة للإيواء وارتباطه بالتمويل الأمر الرئيس مجددا أن لدينا عددا كبيرا من المساكن التي تحتاج إلى إعادة البناء ولكن إضافة إلى ذلك وبالحديث عن مجتمعات أخرى في غزة فمن الواضح أن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال ونظم البنى التحتية جميعها يحتاج إلى الافتمام من جديد من أجل خلق وظائف للعديد من الأفراد لنأخذ فاصلا قصير ومن ثم نواصل إذا مشاهدنا الأعزاء فاصل قصير ومن ثم نواصل أهلا بكم من جديد سنقوم الآن بترح الأسئلة التي قمتم بإرسالها عبر البوابة الإلكترونية للأونروا portal.onorwa.ps على مدير العمليات سأطرح الأسئلة التي وردتنا عبر بوابة الأونروا الإلكترونية من مشاهدين السؤال الأول لماذا لم يتم تجديد عقود المعلمين على برنامج فرص العمل لقطاع التعليم حتى الآن؟ حسنا ما لدينا من وضع على برنامج خلق فرص العمل والذي استفاد منه عشرات الآلاف من الأفراد على مدار السنوات الماضية وبالفعل كان يدعم 1620 معلم منذ انتهاء الصراع العام الماضي صحيح أنه عمل مؤقت وهو لسد الفراغ بعد انتهاء الصراع ولكنه يعتمد على التمويل والاحتياج فعندها سنقوم بإعادة التقييم ونرى ما يمكن فعله هل يوجد توقعات إذا ما سيتم استئناف البرنامج أم لا؟ من النادر أن أكون في اجتماع في غزة ولا يتم طرح موضوع الأولويات في كل اللقاء ففي سياق نظام التعليم ندرك أن الأمر أساسي ويتوجب دعمه من خلال برنامج خلق فرص العمل والسؤال الثاني يتحدث أيضا عن التوظيف وهو كما يلي متى سيتم إعادة فتح باب التوظيف في الأونروا خصوصا في دائرة الصحة حيث تنتشر ما يسمى بالبطالة الدائمة التي تجرد الأشخاص من الحقوق الوظيفية والأمان حسنا إن الوظائف الدائمة موجودة ويتم توظيف عليها ولكن مررنا بفترة اضطررنا إلى التقليل من تلك الوظائف ففي فترة التقشف التي مررنا بها ونقوم بتخطي تلك المرحلة ولكن مررنا بفترة اضطررنا إلى التقليل من تلك الوظائف في فترة التقشف التي مررنا بها ونقوم بتخطي تلك المرحلة ولكن من أجل دعم برنامج خلق فرص العمل صحيح أنه أمر لا يمكن رؤيته كحل دائم فهو دعم مؤقت لهم ولبرنامج الصحة والأمر لا يتعلق فقط بإحلال هؤلاء الأشخاص على وظائف دائمة لكن إذا احتاج إلى توظيف دائم سيتم التعامل مع ذلك خارج إطار برنامج خلق فرص العمل الآن أطرح سؤالاً آخر وكما تحدثنا قبل الحلقة قلت لك منذ أن كنت طفلة كانت الأونروا تقوم بتوزيع الأقطية البلاستيكية وبعض المواد مع اقتراب الشتاء للاجئين الفلسطينيين والسؤال الذي يتماشى مع ذلك ما مدى جهوزيتي وتحضيرات الأونروا بالنسبة لفصل الشتاء وهل ستختلف عن الأعوام الماضية؟ دائماً نتطلع إلى القيام بتحسينات ونحاول إيجاد إمكانات من أجل أن نكون قريبين من الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدتنا ومعرفة احتياجاتهم المختلفة في مناطق غزة ونأمل إجراء تحسينات في هذا الإطار هذا العام وإلا فإن التحضيرات التي نركز عليها ستكون نفسها مثل الأعوام السابقة وكما قلت أعتقد أنه من المهم أن نحاول أن نهتم لما يمكن فعله في الجانب الوقائي ومن المهم أيضاً أن نجمع جميع جهدنا لدعم ما يمكن تقديمه من أجل تجنب الفيضانات وكما قلت أيضاً دعم أليات ضخ المياه من البرك وكذلك تقديم الدعم للمناطق المنخفضة حيث إن هناك مناطق تتأثر بالفيضانات كل عام فما الذي يمكن فعله في أمور وحلول دائمة؟ وطبعاً هذا يحتاج إلى مزيد من التمويل ولكن في النهاية قد نتمكن من تقديم المساعدة أكثر من مجرد توزيع شوادر وأغطية بلاستيكية كل عام بالطبع ما زلنا ندرك احتياجات المجموعة الضعيفة وسنستمر في تقديم المساعدة لهم هذا العام إذن ما زال من الممكن أن يقوم هؤلاء بطالب تلك المواد من الأونروا؟ بالطبع يمكنهم وفي رقمنا العاملة جاهزة للتواصل مع هؤلاء الأشخاص السؤال الأخير الذي طلقيته من البواب الألكترونية يتحدث عن المعونات الغذائية وهو كالتالي أتساءل عن برنامج المساعدات الغذائية هل سيتم إدراج عائلات جديدة ضمن البرنامج ومتى؟ لقد بدأنا من جديد في الأشهر الماضية برنامج زيارات العائلات من أجل الاطلاع على الحالة الفقيرة وأي العائلات التي هي في حاجة وأي العائلات التي كانت في السابق ليست في حاجة ولكنها أصبحت هذه الأيام في حاجة بسبب الظروف الراهنة للعائلة أو بسبب صعوبات العيش العامة وكنتيجة لذلك تم إضافة حوالي خمسة آلاف عائلة على قوائم المستفيدين من برنامجنا للمساعدات الغذائية والتي تستهدف حوالي 880 ألف فرد من خلال الأنروا مجددا ستستمر هذه الزيارات وأؤكد على الجميع أنه من المهم المشاركة والحضور في هذه الزيارات عندما يقوم فريقنا بالزيارة حيث إن ذلك في مصلحة العائلة نفسها ولا يعتبر ذلك تطفلا على حياة تلك العائلات ولكنها من أجل تقديم الدعم بأفضل طريقة ممكنة لذا كما قلت فهو برنامج مهم ويقدم الدعم لحوالي ثلثي السكان اللاجئين الفلسطينيين ونبحث دائما عن طرق من أجل تحسين النظام وتقديم الدعم للعائلات اللاجئة الفلسطينية التي في أشد الحاجة لتلك المساعدات أشكرك سيد بوشاك جزيل الشكر على مشاركتنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا وهو من دواعي سروري ونلتقي في المرات القادمة إذا مشاهدين الأعزاء في ختام هذه الحلقة لا يصعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن المتابعة وإذا كان لديكم أي أسئلة تودون طرحها على مدير عمليات الأونروا باستطاعتكم زيارة الموقع الإلكتروني كورتل.ونروا.ps وطرح هذه الأسئلة إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة هذه ميلي ميشهين تحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة